من قتل الأفراد إلى إبادة الأسر والعوائل حتى لا يبقى لها ذكر في السجل المدني بل وحتى استهداف أجيال متتالية بما لا يبقي أحدا ينعى من رحل هكذا يستمر الاحتلال في الصعود سلم الجريمة الجماعية في وقت توثق فيه تقارير وتحقيقات تنفيذ الاحتلال مخططة إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة واقع خلص إليه تحقيق موسع نشرته وكالة Associated Press يوثق استشهاد عائلات فلسطينية بأكملها في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر يقول تحقيق الوكالة الأمريكية إن حملات القصف الجوية والبرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي أبادت عائلات فلسطينية بأكملها بلغت درجة لم يسبق لها مثيل مشيرة إلى أن سلالات بأكملها وأحيانا أجيال أربعة من العائلة نفسها قتلت في غارات جوية واحدة تقول إن الأمر يحصل في كثير من الأحيان دون تحذير مسبق من القصف يحدد تحقيق أسوشيد بريس أن ما لا يقل عن ستين عائلة فلسطينية استشهد منها خمسة وعشرون شخصا أو أكثر في غارات بين أكتوبر وديسمبر الماضيين وذلك خلال المرحلة الأكثر دموية وتدميرا من العدوان الإسرائيلي ويخلص التحقيق أيضا إلى أن عائلات عدة في قطاع غزة لم يتبق لديها أحد تقريبا لتوثيق عدد الذين استشهدوا فيما لا يستطيع الآلاف من الأشخاص تحديد جميع شهدائهم بسبب وجود الكثير من الجثث تحت الأنقاض ومن بين أكثر العائلات تضررا عائلة المغرب التي استشهد منها أكثر من سبعين شخصا في غارة إسرائيلية واحدة في ديسمبر وسط مدينة دير البلح تليها عائلة أبو النجا التي استشهد منها أكثر من خمسين فردا بينهم رأتان حاملتان على الأقل في غارات في أكتوبر من العام الماضي ونشاهد هنا آثار الغارة الإسرائيلية على منزل العائلة في هذا المقطع وفقدت عشيرة دغمش أربعة وأربعين شخصا على الأقل في غارة على أحد المساجد وسط مدينة غزة وذلك في أكتوبر ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من مئة بعد عدة أسابيع من تواني القصف الإسرائيلي على منازل العائلة أما عائلة أبو القمصان فخسرت أكثر من ثمانين فردا بحلول نهاية شهر مارس الماضي كما تروي الوكالة قصة عائلة سالم التي خسرت مئة وسبعين من أفرادها في غارتين بفارق ثمانية أيام وتقول إن منازل العائلة الواقعة شمال غزة دمرت مرتين عامي ألفين وتسعة وألفين وأربعة عشر وأضحت عبارة عن هيكل محترق من الداخل ترجمة نانسي قنقر